ورجعنا مرة تانية مشاهدين هارك سعيد مستمرين مع بعض فقراتنا وصلنا لفقرة فيها نحلل ونشوف مع بعض كده ونقرأ الأحداث واللي حصل تحديدا من تنظيم الإرهابي داعش وذبح الـ 21 مصريا وطبعا كلنا عارفين أنه في جر أمس قامت القوات الجوية المصرية بضربة قاتلة في مخازن ويعني في مكان تركيز وتدريب ومعسكرات ومخازنة الأسلحة والذخيرة لتنظيم الإرهابي داعش وكان وأصفرت هذه الضربة على 150 قتيلا من الإرهابيين وهنستكمل مع بعض باقي التفاصيل ونتكلم أكتر بتحليل ونحاول دائما بنعرض لحضراتكم الرأي والرأي الآخر ونشوف ايه نممكن نقوله هيكون معنا النهاردة الأستاذ سعيد وهبة وهو رئيس تحرير جريدة الدستور سبعة الخير يا فاند أهلا أستاذ سعيد بداية أحب أعرف من حضرتك تعليقك وردك على الضربة الجوية اللي قامت بها القوات المصرية المسلحة لتنظيم داعش فجر أمس على المستوى الشخصي أنا ليلتها نمت مغموم الحقيقة نعم وأنا واحد من الشعب كله مات يعني مات زعلان حزين جدا ومغموم جدا صحينا صعداء جدا حالة تانية خالص لما أعرفنا أن فيه ضربة والضربة موقعهم والضربة طهران بتاعنا قام بضربة نجاحة جدا وصفة منهم أعداد كبيرة أيوة اتغيرت الروح المعنوية وارتفعت الروح المعنوية 180 درجة وأنا واحد من 90 مليون مواطن أكيد مشاعرهم كلهم كانت زي صحيح وأنا حسد من خلال موقعك يا رئيس سحرير خلال ردود الفعل من خلال أقاربي جراني أصدقائي يعني زملائي الروح المعنوية عالية جدا 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 الناس مبسوطة وبتغني وكأننا نعيش مناخ حرب أكتوبر اللي انتصارنا فيها سنة 73 فالحقيقة ده كانت ضربة نجحة جدا رفعت الروح المعنوية إلى عنانشة السماء أثبتت أن جيشنا العظيم يعني قادر على أنه يرد ويرضع ويسأر ويأخذ القصاص إذا ما تعرض مصري إذا ما زهقت روح مصري على أي أرض ده هنا الطور يعني ده مسألة مهمة جدا الواحد وعشرين الشهداء الواحد وعشرين يعني الجيش بيقول لنا في رسالته وإحنا عارفين جيشنا كويس قوي أنه أنه حيقتص ليهم وقدام الواحد ممكن يبقى مية وممكن يبقى ألف وممكن يبقى أكثر من كده القوات المصرية قامت بالضربة سريعة وقائد القوات الجوية اللي بي قال أنه كان فيه تنصيق مع القوات المصرية ماذا لم يكن هناك تنصيق فعليا هل الدربة كانت ممكن تكون متأخرة لا هو تنصيق هنا تنصيق بالمعنى السياسي مش بالمعنى يعني أكثر منه عسكري يعني هو معنى السياسي واس إذا تخشي المجال الجوي وكده إنما يعني مش 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 يعني هو تنصيق عسكري إحنا دخلين الحدود دلوقتي نعم حقمنا مقواعدنا دخلنا الحدود حنروح نضرب بالوقتي كده يعني يعني زي ما تقولي إيه يعني استئذان إحنا يعني دخلين يعني ده سهل لنا ويأثر لنا أكثر إن إحنا يكون رد فعلينا أسرع في وقت قياسي من إنه نستنى نحن نروح للمجتمع الدولي ونبدأ نتكلم وناخد موافقات لدخول المجال الجوي وهكذا لا أنا الحقيقة بشيد بالقرار العظيم خادة الرئيس سيسي قيادة العامة القوية تشلحها نعم ومجلس الدفاع الوطني نعم بالرد الفوري والرد العاجل والرد السريع دون سيزانح أحد نعم لأمريكا ولا مجلس أمن ولا أمم المتحدة ولا اتحاد أوروبي ولا حاجة هنا رد اعتبار ورد كرامة ده من حقك إحنا من حقنا في ناس لنا قط زبحه طريقة وحشية صحيح على الأراضي الليبية فالأمر هنا لا يستوي الرد الفعل هنا ما يحتملش أو ما ننتظرش إذن أحد حينما تعرض دم مصريين يراقب هذه البشاعة وهذه الوحشية على أرض أخرى لا نحتاج إلى إذن من أحد ولا أولا القانون الدول بيسمح لك بدا دفاع عن النفس الأمم مستقل المستحدة بيسمح لك بدا إحنا بنقول إحنا بنحترم القوانين بنحترم القانون الدولي نحترم القوانين الأمم المتحدة وإحنا من الدول المؤسسة لأمم المتحدة لكن إحنا بنشوف أمريكا بتروح تضرب على بعد مئات ألاف الأميال عشان تحت بن الناشنال سيكوريتي يعني حماية الأمن القوم الأمريكي راح ضربوا في إثنان على بعد طول وقت متاح لأمريكا أن هي تفعل أي شيء في أي وقت راح ضربوا في إثنان على بعد عشرين ألف ميل تحت زريعة حماية الأمن القوم الأمريكي راح ضربوا في أفغانستان على مسافة أبعد تحت بند حماية الأمن القوم الأمريكي فلاس أقل من أننا نحمي أمننا وقد تهددنا وتعرضنا يعني تعرض مواطنين لنا للذبح العلني وإحنا هنا لا نستأذن أحد نصر لا تستأذن أحد حينما تأخذ نصائر أبنائها لكن أستاذ سعيد هل تعتقد أنه ممكن يكون فيه ضربة جوية أخرى قادمة؟ أعتقد يعني في تخيلك ممكن تكون في فترة زمانية قريبة ولا هيكون في المستقبل البعيد؟ لا هنا مقدرش لا مش بعيد لا مش مستقبل بعيد مستقبل قريب أعتقد أنه هيحصل فيه ضربة وضربات ودي إحنا بصدد حرب طويلة وحرب غير ليست سهلة لأنك لا تحاربين عدوا تقليديا ولا جيشا نظاميا سهلا أو أننا حارب جيش نظامي وانتصر عليه زي ما عملت في 73 الدينة هم علقة في 73 وانتصرنا وعبارنا لكن أنت تحارب عصابات مشلحة ودي أخطر الحروب ليه؟ لأن صعب التمييز فيها والمسلح هذا أساء يعني طبيعته مجرم وطبيعته خسيس وطبيعته جبان وطبيعته حقير ممكن يحط قنبلة في مترو ممكن يحط قنبلة في مكان فيه تجمع وانت ما تضريش ترأبيه يعني تضريش تكرسل كل مواطن واحد أسوأ شيء أن أنت عندك عدو داخلي وهو ده نقب النقب على نفس الشاكلة نعم مصر ما عندهش خبرة تاريخية أو المجتمع الإنساني أو دولك أجمع أجمع يعني دول العالم ما فيش خبرة تاريخية سابقة بحيث أن احنا سفيد بيها لما يكون عندك طابور خامس جوا بلدك بيشتغل ضدك عملة وبيفجاره وبيفرقعه وكلام من ده فأنت هنا بصدد التعامل بيكون معقد في هذه الأحداث بصدد تجربة جديدة على التاريخ لكن تجربة الحروب وتجربة مواجهة الأعداء فئة تاريخية موجودة كلها جيش نظام يواجه جيش نظام يعارف ولها قواعد ولها قوانين ولها أعراف ومن ضمن الأعراف أن الأسرة يعاملوا معاملة معينة الكلام ده كله لكن أنت بتعاقبت اللي بيواجهك ده خسيس وجبان ولا أعراف لا ديم لا ملة وحش متنكر في زي مدني يعني زي كل الناس فهنا خطورة الحرب وإن الحرب حتطول يعني الحرب مش سهلة خاصة أن دول يعني بيحربوا بالوكالة احنا العدو اللي بيحربنا على بلاطة كده الإدارة الأمريكية أمريكا وإسرائيل هم اللي بيحربونا دول ده اللعب الأساسي وفيه لعبين إقليميين زي إيران تركيا قطر دول لعب إقليمي بنفذ أجندة عملة مقابل تمام فيه لعبين على الأرض اللي هم دول عشان اللعبين الرئيسيين زي أمريكا وبريطانيا واتحاد الأوروبي وكده لابسين جوانتي زي اللي بيرتكب جريمة ولابس جوانتي بس هاي بتقول أنه قطر ونوية من ضمن اللعبين الإقليميين وإحنا عندنا مفترض أنه فرنسا بتدعو قطر وتركيا لمحارب الداعش فماذا تعليقك على هذا الموضوع لا ده كلام سياسي بتدعو محارب الداعش وكلام مين ده كلام ما بيكلش عندنا إحنا فاهمين كويس قوي أعداءنا مين هو توزيع أدوار ما هو أمريكا بالدين آه بن دين وإدانة مائعة وخيبة زيهم لأنه هم اللي صنعوا داعش وهم اللي مولدوا داعش داعش عندها أحدث سلاح عندها تمويل عالي جدا مالجوم منين لوقعوا كده من السماء وتشأت الأرض وظهروا لا أدول تدربوا تحت رعاية أسلحة أمريكية في تركيا وفي أماكن أخرى ودعموا بالمال وأحدث سلاح عشان يفتتوا المنطقة ونفذوا الأجندة الأمريكية مخططة الأمريكي المعموم من 1983 أنه هو عمل يعني تفتيت المنطقة تفضيلة الدول العربية لدولات صغيرة وإثارة النعرات القبلية والأرقية والفتن الطائفية وعملوها دي بدأوا بالعراق فتنة بين السنة والشيعة تأسيمة الأقراط دولة السنة دولة الشيعة دولة فوجهوا مشكلة أن السنة والشيعة يعيشوا في مناطق واحدة وإلا كانوا يتقسموا وتحدثت بقى الثلاث دول لكن نجحوا طبعا أنهم يولعوا الدنيا يعني يولعوا بين السنة والشيعة فعملوا بحاول يخلقوا حرب بين السنة والشيعة سنة الشيعية بيدعموا قرآن بيكرسوا فيهم حتة أنهم يتوسعوا كسنة وفي نفس الوقت في المقابل داعش أنهم يمدوا الفكر الشيعي ومناطق النفوذ الشيعية في المقابل هناك حرب داخلية يعني كبيرة جدا الحقيقة طبعا فتدخل المنطقة في متاهة نعم فإحنا وعيين لده تماما أمريكا وأوباما هو اللعب الرئيسي والحقيقة هو دميا في إيد يعني في إيد جماعة جماعات الضغط الأمريكية أو جماعات صناعات أو think tankers اللي أم يهود ورؤوس أموال ضخمة وأنا لقيت يعني فيه كان فيه بوست كده نازل على موقع أمريكي بيقول فيه نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين نحن نموالهم فقط ودونت أن نجي شويت ويز توريست بطوي فينانس ديم ده كان معبر جدا وفي موقع أمريكي فهم حتى الأمريكان نفسهم عارفين يعني يعني الشعب نفسه بدأ يعني لهذه الفكرة ندون نصبين مجموعة نصبين ويحربوا لحساب شركات السلاح يعني السياسة الأمريكية دلوقتي بغضاعة اللي هم أصحاب شركات السلاح مصانع السلاح والشركات العالمية الكبرى شركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة في أمريكا الشركات المالتي ناشنال اللي هم هدول اللي عندهم مراكز بحث عندهم تينك تانكرز وهم اللي بيمدوا لدارة الأمريكية ببحوص معينة اضربوا في العدو القادم بالنسبة لهم وده عملوه بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي قالوا لابد أن نبحث عن عدو بديل مين العدو البديل الإسلام فلو لقى الإسلام في رحمة وكلام لقى صنعوا منه إسلام آخر يبقى عنف وكلام منه دعموا الجماعات بتاعة دعموا القاعدة هم اللي صنعوا القاعدة ووحشوها يعني جعلوها جعلوها وحش كبير والآخر عشان أنا بتهيالي أن المواطن العادي نهاردة وصل له وصل له السيناريو ده يعني بيبدأ يفهم وبدأ يفهم الأدوار ممثلة في مين وبدأ يفهم حاجات كثيرة أوي ما كانش يعرفها لكن لو جلنا نهاردة نتكلم أستاذ سعيد عن تركيز ودعم وتعاون الدول العربية كيف يمكن أن يكون أو كيف يجب أن يكون وما أهميته الدول العربية في خطر حقيقة يعني تواجه خطر التأسيم اللي هو المخطط الأمريكي إحنا في أحواج ما نكون في هذه اللحظة في هذه اللحظة إن إحنا نتحد نتوحد جميعا حول مصلحة وحدة وهدف واحد ومواجهة هذه المؤامرة أنا يعني ده الوقت إذا لم إذا لم تكن يعني الوحدة دي شيء مهم وشيء جيد فأحكام الضرورة بحكم الضرورة بحكم قوانين للوقت الحالي بحكم المسجدات على الساحة والصراعات الجديدة ده بقى شيء ضروري وملزم ومن دونه مش حينفع يعني مصر متمسكة جيشها وشعبها لأن الجيش المصري عقدته للوطنية رسخة والشعب ملتحن مع الجيش وده جيش ماهوش ماهوش عنصرية جوه اللي فيه على إرقية لجيش وطني مخلص بس ده مش حتلاقيه موجود في أماكن كتير مصر قلب الأمة العربية والمستهدى في مصر عشان يعني بعد كده هيجوروا على الخليج ويجوروا طمعينين في الدرون فيجب دعم وتركيز الدرون العربية في وقت الحالي الحقيقة أنا أسف لا أتفضل الحقيقة الإخوان الشقاءنا في الخليج وعين للدور ده وفي السعودية يعني السعودية ما أقول الخليج فحيبقى السعودية وإمارات بحرين كويت باستثناء يعني باستثناء الإمارة المنبوزة دي كل الخليج واعي لهمية وقيمة دور ناصر مبارح الإمارات كان يعني فيه تصريح على لسان حد مهم الإمارات بدعم مصر بكل قوة في حربها ضد الإرهاب عايزين سلاح سلاحنا تحت أمر مصر جيشنا رحت أمر مصر وذالطبيعي والمصلحة واحدة في الآخر أه ده الطبيعي ده إخواتنا طبعا ولو تهددوا هم مسافة السكة وده حقيقي وحصلت قبل كده صحيح وكنا مسافة السكة هناك في أيام عبد الكريم قاسم كان عايز يخش يخذ يخذ الكويت ده في يعني في الستينات أيام عبد الناصر رجع على طول حصل بعد كده نحن حارب الخليج نفس الشيء فنحن نعي ما نقوله مصر وعي بدورها كدولة رائدة في هذه المنطقة كقوة إقليمية كبيرة في المنطقة وعي بدورها تماما فإحنا زي ما بتقولي حضرك أنا أحواج ما نكون أو العالم العربي أحواج ما يكون لأن يتوحد ضد هذا الخطر الدائم أنا مشكرك جدا أستاذ سعيد على وجودك معنا نهاردة نوارتنا الحقيقة ونتمنى يكون في لنا مع حضرتك لقاءات أخرى نحلل فيها أكتر المشاهد السياسية والأحداث المتطورة اللي دايما بنشوفها على الأرض الواقع أنا لشاكل جدا مشكرك جدا مشاهدينك معنا أستاذ سعيد وهبة وهو رئيس تحرير جريدة الدستور هنسلكم مع فاصل ونرجع مرة تانية مع الخبير الأمني والإستراتيجي دكتور سعد الزند